ارتفعت إرادات الشركة المصرية للاتصالات بـ 15% مسجلة 7 مليارات بنهاية الربع الأول من العام الحالي بينما تراجع صافي أرباح الشركة بنحو 19% ليسجل مليارا و300 مليون جنيه مقارنة بالعام السابق وأدل انخفاضه في إرادات الاستثمار من فودافون إلى الحد من أثر نمو الأداء التشغيلي وأرباح فروق العملة لمزيد من التفاصيل ينضم إلينا مباشرة عبر الهاتف محمد مجدي محلل أول قطاع الاتصالات في بلتون المالية مساء الخير أستاذ محمد وفي البداية حدثنا عن تقييمك لنتائج المصرية للاتصالات خاصة أنه كان هناك طفرة في استخدام الداتا وهذا الجزء تحديدا شهد ربما نشاط ملحوظ ليس فقط بالنسبة للمصرية للاتصالات ولكن للقطاع بشكل عام مساء الخير لحضرتك أهلا بك وبالسهد المشاهدين طبعا النتائج التي حققتها المصرية التصالات خلال الربع الأول كانت يمكن متوقعة بشكل كبير من لنا كبلتون ويمكن من السوق كله حتى تحديدا الزيادة اللي حصلت في إرادات بحوالي 15% على الأساس سنوي ودي زي ما حضرتك قلتي هي نارجة عن الزيادة اللي حصلت في استهلاك البيتا تحديدا الانترنت المنزلي في الربع الأول وبداية من شهر مارس من السنة دي نتيجة إجراءات الحكومة لزيادة التبار الاجتماعي طبعا والسماح للموظفين بالعمل من المنزل سواء القطاع الحكومي أو القطاع الخاص ويمكن ده زود الطلب بشكل كبير على البيتا 12 بداية من مارس ويمكن ده ما سمعش بشكل كلي لسه في نتائج المصرية التصالات لأن الزيادة اللي حصلت حسب كلام الوزير عمري طلعت إن الزيادة وصلت تريباً لـ 70 أو 80% بداية من مارس فالافتهلاك لسه ما دخلش بشكل كلي يمكن بداية من الربع التاني عيبان الأثر أكتر على الإرادات طبعاً برضو من الأسباب اللي قدت لزيادة الاستلاك الانترنت هو توقف المجالس والجماعات فبقى تن الشباب كله عادين في البيت مع زيادة ساعات الحظ فبقيت الناس كلها تستلك الانترنت وساعات الزروة زادت لـ 15 ساعة من قبل كده كانت 7 أو 8 ساعة يعني الضعفة أستاذ محمد يعني النسبة كبيرة جداً في استخدام الانترنت المنزلي طيب بالنسبة للمحاور الأخرى مثلاً صافي الأرباح تراجع بتسعتاشر بالمية إيه الأسباب المباشرة لذلك؟ هو السبب الرئيسي طبعاً زي ما حدثتك قلتي هو الانقفاض في الإرادات اللي جاية من استثمارات بودافون في الربع الأول انقفاض بحاجة 28% بس دي مش حاجة نظر نقول إنها تخد أو مشكلة لها علاقة بالأرباح التشغيلية أكتر هي لها علاقة بحاجة مخصصات محطوطة بدت حتى تقريباً فالفترة دي العجلة بشركات الاتصالات لها علاقة بمنازعات قضائية وبعض الحاجات الموجودة كل سنة عند كل الشركات فمش حاجة تخد وزي ما قلنا حوابت الآخرة الزيادة اللي حصلت في استهلاك الإنترنت حصلت على مستوى نصر كله فمتوقعين إن بودافون من الربع الجاي هتبتدي بقى تفهم مع الزيادة اللي حصلت عندها خصوصاً مع اللياتة الاستهلاج في إبريل ويمكن لحد دلوقتي وإن دي حاجة مش أي حاجة اسمها ونوف الانقفاض اللي حصل في إرادات بودافون حاجة بتحصل مرة واحدة وربع واحد قبل السنة بتدقل وكبير ويمكن هذا كان الساب الرئيسي في انقفاض أرباح الاتصالات ومش حاجة بالنسبة لنا مش حاجة تقلقية طيب في الفترة المقبلة ما رؤيتكم لقطاع الاتصالات بالذات إنه ما زال هناك توصيات بالتباعد الاجتماعي ناس كثيرة اعتادت على استخدام المنصات الإلكترونية للشراء والتسوق بشكل عام هو طبعاً احنا شايفين ان النظرة بتاعة المستثمرين وبتاعة أصحاب الشركات وحتى نظرة الحكومة نفسها لقطاع الاتصالات والإنترنت اختلفت تماماً بعد انتشار الكورونا وبعد مشاكل اللي حصلت مع الكورونا بعد دور قطاع الاتصالات والإنترنت في نصر وحتى في العالم كله دور حيوي حالياً هو أحد الأفزاب الرئيسية اللي مكاللية عبر الاقتصاد شغالة أحد الأفزاب الرئيسية اللي مكاللية لسه في انتيل كل الأعمال المكتبية اللي ممكن تتعمل من البيت اعتقد أكبر الموظفين بيعملوها دلوقتي فاعتقد ان الدور الحيوي اللي لابته شركات الاتصالات وعمية الإنترنت هينعكس أكثر في زيادة الاستثمارات الحكومية ونحن نرى أن يمكن من القطاعين اليوم أو لوية الفترة الجاية في الاستثمارات الحكومية هم القطاع السحي وقطاع الاتصالات وده بعيبان حتى منزلة استثمارات المصيرات واتصالات في العاصمة الإدارية الجديدة وفي المدى العمرانية الجديدة واستمرهم طبعاً في تحويل كل الكابلات المحاسية إلى ألياف ضوائع ما حجم الاستثمارات التي تتوقعونها في القطاع الطبي وقطاع الاتصالات؟ بالنسبة لقطاع الاتصالات نحن نتكلم تقريباً في حجم استثمارات ما بين 8 إلى 10 مليار جنيه القطاع الطبي يمكن الصورة لسه مش واضحة أكتر بس لسه بنعتقد أن أقوى في نفس المعدة كده ممكن يبقى فيها زيادة أكتر شوية إلى 12 مليار جنيه باعتبارهم الاثنين زي ما قلنا هم دول دول الماشيين البلد الوريتي هم دول اللي يساعدون لأعجز القطاع تفضل الشكل أنا بشكر حضرتك شكراً جزيلاً محمد مكدي في محل الأول قطاع الاتصالات في بلتون المالي ترجمة نانسي قنقر